بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم عزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس الفصل الثامن ونحن في الدرس الخامس اللي راح نتكلم فيه عن قوانين جيوب التمام طبعاً نحن تكلمنا في الدرس السابق عن قانون الجيوب وشفنا فائدة قانون الجيوب في حساب مساحة المثلث إذا أعطيتك ظلعين وزاوية محصولة بينهما بالإضافة إلى أننا استطعنا حل المثلث في حالتين أنه كان يعطيني زاويتين وظلع أو يعطيك ظلعين وزاوية محصورة أو زاوية مقابلة لأحدهم يعني كان يعطينا ظلعين وزاوية مقابلة لأحدهم وشفنا الحالات لمثل هذا السؤال اليوم إن شاء الله بنستخدم قانون جيوب التمام في حالتين أخريتين أيضاً نستطيع من خلالها حل المثلث فدعونا نتعرف على هذه الحالتين نبدأ على بركة الله فاليوم إن شاء الله نتكلم عن حل المثلث بمعلومية ظلعين وقياس الزاوية المحصورة بينهما يعني في الدرس السابق كانت الزاوية مقابلة لأحدهم وإنما الآن حيعطيني ظلعين وزاوية محصورة بينهما يعني هذا الظلع وهذا الظلع وهذه الزاوية على سبيل المثال ثم سنأخذ إن شاء الله في الدرس القادم حل المثلث بمعلومية أطوال أضلاعها الثلاثة إذا أعرفت أطوال الأضلاع الثلاثة كيف جيبنا اللي هو حل هذا المثلث ثم سنأخذ أيضا مسائل نواقع الحياة باستعمال قانون جيوب التمام نبدأ على بركة الله ونقرأ فقرة لماذا الغواصات التي تنزلها السفن إلى المحيط تستعمل لإيصال الأشخاص إلى أعماق لا يمكنهم الوصول إليها بوسائل أخرى الغواصة في الشكل المجاور على بعد 520 متر من السفينة وترسل ضوءا إلى حطام سفينة أخرى على بعد 338 متر عنها يمكن استعمال حساب المثلثات لإيجاد المسافة بين السفينة وبين الحطام فأنا لاحظ هنا أني عرفت مثلا طول هذا الظلع وعرفت طول هذا الظلع وعرفت مقدار الزاوية هذه فهل أستطيع أني أوجد هذا البعد أو لا من خلال حل المثلث كذلك كيف ممكن نجيب إحنا الزاويتين الأخريتين طبعا إحنا عندنا في هذا الدرس حالتين حنتعامل معها في حل المثلثات الحالة الأولى حالة SAS وهي ضلعين وزاوية محصورة بينهما والحالة الثانية هي حالة SSS اللي هي أني يعطيني الأضلاع الثلاثة ويطلب مني أني أجيب الزاوية الثلاثة بهذه الصورة فهذه إن شاء الله اللي رح نتناقش عنها في درس اليوم نبدأ على بركة الله ونتعرف على قانون جيوب التمام طبعا بنفس التسميات المثلث ABC سنسمي الزاوية به حروف كبيرة ABC والأضلاع بحروف صغيرة A, B, C يعني بحروف صغيرة سنطبق اللي هو قانون جيوب التمام مقانون جيوب التمام يعني فكرة تشبه إلى حد ما قانون أو نظرية فيثغورس في نظرية فيثغورس كنا نقول أنه A تربيع يساوي B تربيع زايدا C تربيع بشرط طبعا أن الزاوية A تساوي 90 درجة اللي هي تكون زاوية قائمة والضلع اللي يقابل الزاوية القائمة طبعا يكون هو الوتر الآن لو كانت الزاوية لا تساوي 90 يعني كانت الزاوية أقل من 90 أو أكبر من 90 فما هو التعديل اللي بيطرع على نظرية فيثغورس كل ما علينا سوي رح أضيف حد جديد اللي هو بقول ناقص 2B في C في كوساين الزاوية المحصورة اللي هي A بهذا الشكل فيكون هذا هو قانون اللي يسمى قانون جيب التمام ليش سمينا قانون جيب التمام؟ لأننا احنا وظفنا فيه الكوساين وظفنا فيه الكوساين فلذلك يسمى القانون هذا قانون جيب التمام هذا هو قانون جيب التمام فقانون جيب التمام يعني هو مثل ما نقول توسع لنظرية فيثغورس فبالتالي حنستخدم هذا القانون ويصلح هذا القانون طالما أنك أنت يعني كان عندك أنت أي مثلث سواء حد الزاوية أو منفرج الزاوية أو حتى قائم الزاوية فينطبق هذا القانون على أي مثلث من هذه المثلثات طبعاً بتقول أن A تربيع تساوي B تربيع زائد C تربيع ناقصاً أثنين في B في C في كوساين الزاوية A فالظلع اللي تضعه لوحده هنا هو اللي يكون نفس الزاوية المحصورة بتكون ويكون عندك أنت معلومة للB والC وبالتالي تقدر تحسب الB والC والزاوية A اللي هي الزاوية المحصورة كلها معلومة فتقدر تجيب أنت طول الظلع طيب لو أعطاك الظلع A و C والزاوية B تستخدم هذا القانون بنفس الطريقة بتقول أن B تربيع تساوي A تربيع زائد C تربيع ناقصاً أثنين A C في كوساين الB أو ممكن تطلع أنت أيضاً طول الظلع C على حسب المطلوب نبدأ نشوف المثال اللي معنا الآن ونستخدم فيه هذا القانون وكعادتنا نبغى نحل المثلث فأول شيء نلخص المعطيات فما هي المعطيات الموجودة عندي؟ عندي الزاوية B معلومة اللي هي 36 درجة والظلع اللي هو A يساوي 7 والظلع C اللي هو يساوي 5 بهذه الصورة طبعاً وش اللي اختلف عن الدرس الماضي؟ في الدرس الماضي كان يعطيني زاوية ولكن يعطيني الزلع اللي قابلها يعني يكون يعطيني ظلعين وزاوية تقابل واحد منهم هنا لاحظنا ما في عندي زاوية وظلع متقابلين عشان أطبق أنا قانون الجيب اللي هو ساين A على A ساوي ساين B على B ساوي ساين C على C ما عندي شيء أقدر أطبقه فأنا مضطر أولاً أني لازم أعرف كم طول الظلع B علشان بعدين ممكن أنا أما أني أكمل باستخدام قانون جيب التمام أو أني أكمل باستخدام قانون الجيب فبالتالي لك الحرية في ذلك فأحنا أولاً بهذه الحالة سوف نوجد الظلع B أولاً نوجد الظلع B بعد ذلك والله ممكن نحن نوجد الزاوية A أو الزاوية C فلك الحرية في اختيار الزاوية المناسبة بالنسبة لك ولتكون مثلاً الزاوية A وبعد ذلك ممكن نجيب إحنا الزاوية C لهي تكون الزاوية المتبقية والأخيرة لاحظوا الآن إذا كنت أنت بتحسب بقانون جيب التمام فبالتالي حتقوم باستخدام القانون لإيجاد البي فبنحط البي في طرف لوحدها ونكتب A تربية زائداً C تربية ناقصاً 2AC في كوساين الزاوية B بهذا الشكل وبالتالي راح أعوض الآن الأي طبعاً معلومة بالنسبة لي وهي 7 تربية زائداً 5 تربية ناقصاً 2 في 7 في 5 في كوساين الستة وثلاثين درجة يعني تعويض مباشر وطبعاً هنا مالنا غناة بعد الله سبحانه وتعالى عن الآلة الحاسبة اللي هي بتكون تحسب لنا النواتج وبالتالي راح نقول 7 تربية زائداً 5 تربية ناقصاً 2 في 5 في 7 في كوساين الستة وثلاثين درجة وقفل القوس واضغط يساوي يطلع لي 17.36 ولاحظ الناتج اللي طلع معنا هذا البيتر بيئ اللي هي 17.37 يعني لو قربناها إلى أقرب جزء من 100 بهذا الشكل هذه عبارة عن بيتر بيئ لكن أنا أبغى البيئ إذن مش بسوي بأخذ جذر الطرفين فنأخذ نحن جذر الطرفين الآن طبعاً هنا 16.7 أو 17.37 معذرة 17.37 وبالتالي حتى أجيبنا البي فبالتالي راح أخذ الآن جذر الناتج وبالتالي أقول جذر اللي هو 17.37 بهذا الشكل وبالتالي الناتج يطلع معك 4.17 تقريباً وممكن أنت من البداية تأخذ جذر الحسابات هذه تقول جذر 7 تربيع مثلاً زائداً 5 تربيع يعني تأخذ الجذر من الأول علشان خلاص ترتاح منه مرة واحدة ناقصاً 2 ضرب 5 ضرب 7 ضرب كوساين 36 وقفل القوس ويطلع لك نفس الناتج معك 4.17 مثل ما قلنا فبالتالي لك الحرية يعني في طريقة حسابك باستخدام الآلة الحاسبة فكذا طلعنا إحنا الضلع بي الآن يوم طلعنا الضلع بي وانتهينا ممكن أنا أطلع الزاوية A طيب لمن أجي أطلع الزاوية A هل أطلعها باستخدام قانون الجيب ولا باستطلعها باستخدام قانون جيب التمام لأن أنا الآن الزاوية المجهولة بالنسبة لي هي الآي والضلع المطلوب هو والزاوية الأخرى هي السي فأنا مطلوب مني أني أجيب هاتين الزاويتين فأنا طالما أن الأضلاع كلها معلومة بالنسبة لي أقدر أطبق قانون جيب التمام وأقدر أطبق قانون الجيب نصيحتي لكم كما يلي إذا كانت الزاوية اللي أنت بتوجدها هي الزاوية الكبيرة فاستخدم قانون جيب التمام يعني دائماً الكبيرة نستخدم فيها قانون إيش؟ قانون جيب التمام وإذا كانت الزاوية اللي أنت بتوجدها هي أحد الزوايا الصغيرة لأننا لدينا أكبر زاوية وفي زاويتين صغار فالزاوية الكبيرة دائماً نستخدم فيها جيب التمام والزوايا الصغارة الثنتين عادي يستخدم فيها الجيب ولا جيب التمام طبعا قانون الجيب أسهل من قانون جيب التمام فبالتالي أنت لك الحرية في استخدام القانون اللي تشوفه مناسب لكن تعرف وش تستخدم ليش نقول في الزاوية الكبيرة لازم نستخدم قانون جيب التمام صلوا على رسول الله وحاولوا تفهموا معي الكلام الآتي في الجيب أو في الصين نحن نعرف أن الجيب يكون موجب في الربع الأول وفي الربع الثاني فإذا وجدت أنت زاوية معينة وطلعت لك في الربع الأول ربما تكون الزاوية لو كان مثلث منفرج الزاوية ربما تكون الزاوية في الربع الثاني فبالتالي هاتان الزاويتان لهما نفس الجيب هاتان الزاويتان لهما نفس مقدار الجيب فأنت ما تدري هذه ولا هذه بتأخذ الآلة الحاسبة طبعا بتطلع لك هذه الآلة الحاسبة دائما تطلع لك اللي في الربع الأول طيب لو كانت الزاوية هنا حيطلع جوابك غلط لو كانت زاويتك الصحيحة هي هذه حيطلع جوابك خطأ وخصوصا إذا ما كان عندك طريقة تتأكد فيها هل الزاوية المطلوبة هذه أو الزاوية المطلوبة هذه لكن ميزة قانون جيبت تمام أننا نعرف أن الكوسا عين يكون في الربع الأول موجب هنا موجب وفي الربع الثاني سالب فبالتالي الزاوية اللي بتطلع لك والآلة الحاسبة هي الزاوية الصحيحة فلو كانت الزاوية موجودة هنا فهي الزاوية الصحيحة ولا يحتاج أنك والله تتأكد من هنا هل هي يمين ولا يسار فقانون جيبت تمام أفضل جيبت تمام أفضل لكن نحن نعرف وأخذنا في الصف الأول الثانوي أن في أي مثلث لو كان فيه زوايا حادة ثلاثة فالزاوية الكبيرة تكون حادة والصغار حادات ولو كان المثلث قائم الزاوية الزاوية الكبيرة بتكون قائمة والزوايا الثانية حادات وإذا كان المثلث منفرج الزاوية فعندي يكون زاوية واحدة منفرجة والبقية حادات لذلك دائما إذا كنت تحب تستخدم قانون الجيب فأبدأ بالزوايا الصغار أبدأ بالزوايا الصغار لأن الزوايا الصغار مضمون أنها تكون وين؟ تكون في الربع الأول فقانون الجيب يمشي معي وبعدين أنت ممكن تجيب الزاوية الكبيرة باستخدام تجيب الزاوية الكبيرة باستخدام اللي هو نظرية مجموعة زوايا المثلث 180 درجة يعني يكون أسهل عليك من استخدام قانون جيب التمام فأنت دائما إذا كنت تستخدم قانون الجيب فالأفضل أنك تبدأ بالزوايا الصغار إذا تبغى الزاوية الكبيرة فاستخدم قانون جيب التمام فبالتالي هنا بالنسبة لنا الزاوية A هي الكبرى لأنها تقابل السبعة والC أصغر منها لأنها تقابل الخمسة فيفضل أني أبدأ بالC قبل A إذا كنت أنا باستخدم قانون الجيب خلونا نبدأ بالC قبل A علشان يعني كذا يكون شغلة إن شاء الله بإذن الله صحيح حيث أن C هي الزاوية الصغيرة اللي هو نبدأ بالزاوية الصغيرة أو نبدأ بالزاوية الأصغر يعني هي مش صغيرة هي الوسطى نبدأ بالزاوية الأصغر وأطبق قانون الجيب الآن اللي هو عبارة عن إيش بقول والله ساين البي على بي يساوي ساين السي على سي استخدام قانون الجيب وبالتالي أبقول إن السي تساوي ساين انذرس وأفبر بالطرفين في الوسطين الضلع السي في ساين البي على البي بهذا الشكل وأحسب الآن بقول ساين انذرس السي طبعاً اللي هي تساوي كم؟ تساوي خمسة في ساين ستة وثلاثين على الضلع اللي احنا وجدناه لهو أربعة فاصلة سبعت عشر بهذه هي الصورة وبالتالي راح نقول الآن يلا نفتح نقول شفت ساين اللي هو ساين انذرس نفتح كسر خمسة ضرب ساين ستة وثلاثين وقفل القوس على ممكن تحط الانسر اللي احنا وجدناها قبل شوي يعني ما يمنع عشان يصير جوابك هدقي تطلع الزاوية أربعة واربعين فاصلة أربعة وثمانين اللي هي تقريباً خمسة واربعين درجة لو قربناها إلى أقرب درجة فبالتالي حتصير هذه خمسة واربعين درجة خمسة واربعين درجة بهذه الصورة الآن خلاص عندك الزاوية A وعندك الزاوية C فأنت مباشرة وتقدر تطلع الزاوية A فبالتالي بتقول والله مجموع زوايا المثلث 180 وبالتالي الزاوية A قياسها حيكون 180 درجة ناقصاً الستة وثلاثين مع الخمسة والاربعين وبالتالي حيطلع الجواب كم تقول 180 نقص منها ثلاثين واربعين هذه تعطيني سبعين ونقص منها 11 فبالتالي حيصير الجواب يساوي 99 درجة 99 درجة ولاحظ أنها زاوية منفرجة زاوية منفرجة فلو أنا طبكت عليها قانون الساين ما رح يطلع معي الناتج على فكرة لو طبكت قانون الساين ما رح يطلع علي 99 تحبون نجرب؟ ليش لا؟ خلونا نجرب لو أنا حبيت أطبق قانون الساين سأقول والله ساين البي على البي يساوي ساين الـ A على الـ A شوفوا معي إذا صارت منفرجة لا تطلع معي وبالتالي رح أقول أن الـ A ستكون ساين انفرس لما يلي دعنا نحسبها الحين بنقول بنضرب الضلع A في ساين الستة وثلاثين الضلع A طبعاً اللي هو سبعة على طول كذا خلاص في ساين الستة وثلاثين على الضلع B اللي هو عبارة عن كم؟ عبارة عن أربعة فاصلة سبعة عشر اللي احنا أوجدناه ونحسب باستخدام الآلة الحاسبة ونشوفوا شي يطلع معنا الآن شوفوا معي ونقول شفت ساين أفتح كسر سبعة ضرب ساين ستة وثلاثين على أربعة فاصلة سبعة عشر صح ولا لا؟ وقفر القوس هل يطلع تسعة وثلاثين؟ ما طلعت ساين ساين شوف تلع معي ثمانين فاصلة أربعة ستيع تقريباً واحد وثمانين تقريباً واحد وثمانين ليش؟ لأن زي ما قلت لكم قبل قليل أن دالة الساين ما طلع لي الجواب اللي وين اللي في الربع الأول ما طلع الجواب اللي في الربع الأول فطلعت لك واحد وثمانين بينما الزاوية هي الزاوية المرجعية اللي هي مية وثمانين ناقصاً الواحد وثمانين اللي هي تعطيك كم؟ تعطيك 99 هذه هي الزاوية الحقيقية اللي موجودة في الربع الثاني فبالتالي دائما وأبدا انتبهوا لها النقطة هذه إذا أردت التعامل مع إذا أردت التعامل مع طبعا هذا الجواب يعتبر جواب إيش جواب خاطئ وبالتالي إذا أردت التعامل مع الزوايا فإذا كنت تبغى الزاوية الأكبر طبق طريقة طبق طريقة قانون جيب التمام أما إذا أردت الزوايا الأصغر فطبق قانون الجيب أو جيب التمام كلها تمشي لك الأسهل طبعا قانون الجيوب ولك الحرية في استخدام القانون المناسب نحل تحقق من فهمك حل المثلث FGH الموضح في الشكل المجاور الذي فيه طبعا نلخص المعطيات الآن ونحاول نحل يلا الجي طبعا 82 درجة واضح أنها هي زاوية المحصورة وعندك F6 والH4 وبالتالي أبدأ أولا بإيجاد الضلع G آسف وبعد ذلك أخذ الزاوية الصغيرة وبعدين الزاوية الكبيرة خلي نشوف الزوايا ألا نستعجر في تحديد الزاوية الأولى اللي ببدأ فيها الآن بقول يلا بقول أنه G يساوي الجذر التربيعي لـ F تربيع زائدا H تربيع ناقصا 2 FH كوساين الزاوية G بهذه الصورة وبالتالي راح نجي نقول يلا نحسبها باستخدام الآلة الحاسبة أو ما عوضنا سأقول هنا 6 تربيع زائدا 4 تربيع ناقصا 2 في 6 في 4 في كوساين 82 كوساين 82 درجة بهذا الشكل ونشوف كم يطلع معنا الناتج فبالتالي أقول جذر الجذر التربيعي اللي هي 6 تربيع زائدا 4 تربيع ناقصا 2 في 6 في 4 في كوساين 82 درجة وقف القوس ويطلع معنا الناتج 6.73 يعني هو قال لك قرب إلى أقرب جزء من 10 وقل له 6.7 6.7 بهذا الشكل الآن خلص طبعا طالما أننا هذا هو أطول ضلع فخلاص نحن نطمئنينا أن الزوايا اللي بتطلع معنا هي زوايا صغيرة يعني هذه بتصير أصغر وهذه بتصير أصغر فعادي يبدأ بالزاوية اللي أنت تبقى نبدأ بالزاوية F مثلا ممكن نطبق قانون الجيب أو جيب التمام نبدأ بقانون الجيب فبالتالي بقول ساين 82 درجة اللي هي حقه الجي على 6.7 يساوي ساين الـ F على الـ 6 وبالتالي فإن الـ F تساوي ساين أمبرس لي يلا نقول 6 ضرب ساين 82 على 6.7 ونستخدم طبعا الآلة الحاسبة في الحسابات الآن معنا نقول شفت ساين ونفتح اللي هو 6 ضرب ساين 82 درجة على 6.7 بهذا الشكل ونقفل القوس ونقول بسم الله طرعت الزاوية 62 درجة تقريبا يعني نقول 62 درجة بهذا الشكل الزاوية الثالثة خلاص يعني زاوية H ستكون هي الزاوية الأصغر طبعا وبالتالي يقول هي عبارة عن 180 ناقصا الزاويتين اللي هم 62 و 82 طبعا 60 و 80 هذه 140 راحت من 180 يبقى 40 و 2 يروحون أيضا يبقى لك 36 30 درجة هي الزاوية الثالثة بهذا الشكل بذلك أيها الأخوة الكرام والأخوات يعني كنا وصلنا إلى نهاية المطاف في درس اليوم على الأقل عرفنا اللي هو طريقة حل المثلث في ضلعين وزاوية محصورة بينهم وزي ما قلنا ننتبه أننا نستخدم ما نستخدم قانون الجيب على الدرس السابق إلا للزوايا الصغيرة ثمتين أما الزاوية الكبيرة فما أستخدم معها إلا قانون جيب التمام والذي بناخذ إن شاء الله طريقة حساب الزاوية في الدرس القادم نأخذ الآن مثال من أسئلة تأكد بنفس الطريقة نحل مع بعض هذا المثال فنقول الآن عندنا الزاوية ب اللي هي 92 درجة والضلع A اللي هو ثلاثة والضلع C يساوي أربعة طبعا طالما أن الزاوية هذه منفرجة فخلاص يعني عاد يستخدم قانون الجيب أو جيب التمام لأن أعطاك الزاوية منفرجة فأنت تستخدم أي قانون من اختيارك طبعا أنا الآن في البداية أنا أريد أن أجيب اللي هو الضلع B ما أقدر أجيب إلا عن طريق قانون جيب التمام فبالتالي بقول أن الضلع B يساوي الجذر التربيعي لأي تربيع زائد سي تربيع ناقص اثنين A C في كوساين الزاوية بهذا الشكل وبالتالي بقول الجذر التربيعي لي ثلاثة تربيع زائد أربعة تربيع ناقص اثنين بي اللي هي اثنين وتسعين درجة طبعا يعني هذه من ثلاثيات في الغرس الشهيرة ليه ثلاثة وأربعة وخمسة بس المفروض بتصير الزاوية تسعين فكون الزاوية صارت اثنين وتسعين فالرقم بصير قريب من الخمسة يعني ها بصير أكبر شوية من الخمسة بنشوف الحين كيف يطلع معنا باستخدام الأهلة الحاسبة يعني هذه الأشياء اللي حلو للطالب يكون يعني يتنبأ فيها فثلاثة تربيع زائدا أربع أفوا نكتبها زين نكتبها من جديد جذر ثلاثة تربيع زائدا أربعة تربيع ناقصا أثنين في ثلاثة في أربع في كوساين الزاوية المحصورة اللي هي 92 درجة وبالتالي شوه صار 5.08 يعني 5.1 5.1 لأن لو كانت الزاوية 90 هذا من الثلاثيات الشهيرة اللي فيث غرص اللي هي بتكون ثلاثة واربعة وخمسة لكن الزاوية هنا زادت فبالتالي طبيعي الضل الثالث بيزيد شوي يصير 5.1 الآن طالما أن هذه وهذه زوايا صغيرة فبإمكان يستخدم قانون الجيب لأي وحدة منهم فأجي بابتداء قياس الزاوية A من خلال القانون اللي يقول لك والله ساين 92 درجة على 5.1 يساوي ساين A على الثلاثة وبالتالي الزاوية A ستكون ساين inverse لإيش تصير ثلاثة في ساين 92 درجة على 5.1 وتعودنا على هالقانون الكثير في الدروس السابقة وبالتالي بقول shift sign أفتح كسر ثلاثة ضرب ساين 92 على 5.1 وقفل القوس سيطلع معاي الناتج يطلع 36 درجة تقريبا فنقول أنها تساوي 36 درجة إذن هذه هي وبالتالي بقول هنا والله أنا عندي قياس الزاوية سي هيكون عبارة عن 180 ناقص 92 زائدا 36 30 30 هذه 120 لو طرحت ها من 180 ستكون 60 وطرح الثمانية أيضا هيصير الناتج 52 درجة بهذه الصورة وبالتالي كذا نكون أحنا أوجدنا حل هذا المثلث لاحظ بطريقة أو باستخدام قانون جيب تمام مفرق بين قانون الجيوب متى أستخدم قانون الجيب تمام إذا أعطاني ظلعين وزاوية محصورة ولازم أتأكد أن الخطوة اللي بعدها أني أوجد الزاوية الصغيرة في قانون الجيوب أسهل لي من أستخدم قانون جيوب تمام وإذا كنت ملزم أريد جيب الزاوية الكبيرة هنا نقول لازم تستخدم قانون جيوب تمام لأنه يطلع لك الزاوية سواء كانت في الربع الأول أو في الربع الثاني فهذا الأمر حريب الأنتباه والله يوفقنا وإياك ونلقاك وعلى خير في الدرس قاعدك في أمان